بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعض مشاهدي الكرام حياكم الله تعالى بتحية الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته نحن اليوم في يوم سعيد أغر في يوم الجمعة مع نفحات هذا اليوم وفي هذا البرنامج في برنامج فتاوى نتناول الحديث فيما كنا نتحدث فيه في الحلقات السابقة كنا نتحدث عن ميزان الحلال والحرام في الإسلام وكنا بأن هذا الميزان يقوم على عشر قواعد القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم وبينا القول في ذلك تفصيلا وكنا بأن الأصل في العبادة التوقف وعد المسلم أن يتبع دون أن يبتدأ ثانيا التحليل والتحريم حق لله ولرسول الله لا لأحد غيرهما ثالثا تحليل الحرام وتحريم الحلال قرين الشركة رابعا كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام نعم كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام وهذه القاعدة مسبوقة بقاعدة أخرى تقول في الحلال ما يغني عن الحرام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما يحرم علينا شيئا ما ويغلق أمامنا بابه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا بابا عوضا عنه في الحلال حينما أغلق الله أمامنا باب الزنا فتح الله لنا باب الزواج الشرعي على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم الله علينا الخمر أباح لنا شرب الأشربة اللذيذة النافعة المفيدة للجسم حينما حرم الله علينا الربا أحل لنا البيعة وأحل الله البيعة وحرم الربع حينما حرم الله علينا الميسر شرع لنا نبينا المسابقة الإسلامية المشروعة حينما حرم الله علينا الاستقسام بالإزلام شرع النبي لنا صلاة للسخارة حينما حرم الله علينا الخبائث أحل لنا الطيبات ومن هنا نقول في الحلال ما يغني عن الحرام لماذا؟ لأن الحرام يتبعه الخبث والضرر نعم الحرام يتبعه الخبث والضرر هذا شيء حرمه الله إذن فيه تهلكة فيه مضرة فيه خراب فيه ضمار فيه هلاك لأننا لا يمكن أبدا أن نأخذ نتيجة أو فائدة ولو كانت واحدة من شيء حرمه الله أيضا من هذه القواعد كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يغلق أمامنا بابا وينهانا ويحرم هذا الشيء فإن أي شيء يؤدي إلى ما حرمه الله فهو محرم فحينما حرم الله علينا الزنا ماذا قال؟ قال ولا تقرب الزنا إذن القبلة محرمة ملامسة المرأة محرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية بلا داع وبلا حاجة محرمة حتى لا يؤدي بنا هذا إلى ما حرم الله وهو الزنا الخمر محرمة إذن من يزرع ثمرتها آثم ومن يحصد ثمرتها وهو يعلم أنها تصنع خمرا فهو آثم ومن يصنعها فهو آثم ومن يقدمها شرابا للشاربين فهو آثم والشارب أعظم إثما من كل هؤلاء الربا محرم من يشهد على عقد الربا فهو آثم ومن يكتب لهما هذا العقد فهو آثم فما بالنا بمن يتعامل بالربا نفسه كذلك هذا في السارقة السارقة محرمة كبيرة من الكبائر وتجهب حد الله سبحانه وتعالى السارق آثم ومن يشتري شيئا مسروقا ويعلم أنه مسروق بل ويعين السارقة على ما فعل يقول له أهلا وسهلا إسرأ ونشتري منك كل ما تأخذه من الناس آثم ومن يعاون السارق على السارقة ويفتح له ويخطط له فهو آثم لماذا لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام ومن هنا ينبغي أن نعلم أنه لا تحايل عما حرم الله الحرام محرم لو أننا تحايلنا عليه نأخذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة العرف واسألهم عن القرية التي كانت حادرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون قصة هذه الآية الجميلة أن بني إسرائيل حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيدة يوم السبت الاقتصاد وأسماك وحيتان من البحر يوم السبت هذا محرم هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهم وأخبرهم بهذا نبي الله موسى عليه السلام فما كان منهم إلا أن احتالوا لجأوا إلى الحيلة إلى الخديعة إلى المكر ماذا يفعلون وضعوا شباكهم ليلة الجمعة صباح يوم السبت وأخذوا الحيتان منها في يوم الأحد إذن تحايلوا عما حرم الله فربنا سبحانه وتعالى سمى هذا فسقا فما ينبغي للإنسان أن يتحايل على شيء حرمه الله لأن العبرة هنا بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ ولا بالمسميات احنا ممكن نغير الألفاظ والمسميات هل معنى هذا أننا ننفي عنها الحرمة لا لا ننفي عنها الحرمة لا ننفي عنها الحرمة تظل الحرمة مثلا في بعض الناس يقولك إيه الخمر محرم نعم ما رأيكم لو أننا سميناها بالمشروبات الروحية والله لا روحية ولا روحية ولا عدلاتية محرمة شرعا مسألة محرمة العبرة هنا بالمعاني بالمقاصد لا بالألفاظ ولا بالمسميات لأن التحايل على الحرام حرام كما أن الحرام حرام على الجميع معنى اتصالت لفوني مدام آماني تفضلي يا فندم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضل حضرتك أنا عايزة أسأل عن سؤالين أول سأل أنا يعني اضطلتني الظروف في فترة ما فترة سابقة من حوالي سنتين أني أنا أخد قرد اللي هو القرد البانكي بفايدة فأنا دلوقتي عندي مقدرة أني أنا أسد القرد على الأقل يسكت عني القرد خلاص بقى ما حدش يضمن إمتى تتوفاه لا لكن ابني بيقول لي اديني الفلسي أنا لأنني أنا عايز أستنفع بيها هيعمل بيها يعني حاجة تنفعه وأنا هسد عنك القرد هل أنا لو عملت كده هيبقى ده أسقط عني الزمب لو في زمب لأني إحنا طبعا إحنا دلوقتي الظروف الحياة إن إحنا لازم لو عايز أعمل حاجة مفيدة مثلا أو مهمة أنا ما أمديش المقدرة بمبلغ متكامل فترتني الظروف إن أنا أخد القرد لكن أدلوقتي الحمد لله عندي مقدرة إن أنا أسد القرد هل لو ديته الإبني ده يسكت عني لو كان فيه شيء من الحرمانية أو لو توفاني الله هل أنا ما عنديش الزمب لسه مش إله خلاص هو يشيله عني ده سؤال السؤال الثاني أنا أنا هستزنك في عجالة سريعة الآن عجيلي بسداد هذا القرد السبراء لذمتك عجيلي الآن بسداده لأنك الآن مدينة فعجيلي به إن شاء الله هذا أولى وأوجب عليك لا 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 طيب السؤال الثاني أنا برضو كنت يعني كان ابني من 25 سنة كان لسه صغير وكنت بضح فأنا بيني وبين ربنا النية قلت يا ربي لو قدرت لي كل سنة هتبح يوم عيد ميلاده مثلا فأنا فضلت بكده بس للأسف أنا مش بضحي فجيت السنة دي دي السنة الخمسة وعشرين فأبيني وبين نفسي النية لله برضو قلت يا ربي طب مانا بدل مانا بضح يوم عيد ميلاده هم أضح في العيد الأضحية بقى فهل الأضحية دي هتجوب لأنا قلت عليه قبل كده لأنا بضح لهم يوم عيد ميلاده حضرتك الزبيحة يوم عيد الميلاد هذه بدعة هذا شيء غير جائز وهذا شيء مخترع الأولى أن نتنسك بالنسيكة التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة الأضحية فيها ثواب عظيم خاصة بأنها سنة مؤكدة على كل مسلم بالغ عاقل حر قادر مستطيع لفعلها وبالتالي هنصحنا عليكي لساعتك تغيريها من الزبيحة يوم عيد الميلاد دعنا من هذا واتنسك بهذه النسيكة فصل لربك وانحر رسول الله قال لسيدة فاطمة يا فاطمة قوم إلى أضحيتك فاشهديها فإن الله تعالى يغفر لك من أول قطرة دم تراك منها هذه سنة عظيمة هذه نسيكة هامة ينبغي أن نتنسك بها هذا أولى وهذا أفضل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل نظرا معنى رسائل كثيرة عبر البريد الالكتروني فأود أن نطرحها سريعا حتى نستطيع أن نجيب عليها أستاذ محمد عبد الحي يسأل سؤالا بيقول اختلف العلماء في مسألة ساعة الإجابة منهم من قال بأنها تكون أول النهار ومنهم من قال بأنها تكون مع راحة الإمام بين الخطبتين ومنهم من قال بأنها في آخر ساعة من اليوم فما الحقيقة في ذلك أخي الكريم هذه المسألة مسألة خلافية حقيقة فيها قولان منهم من قال وهذا هو رأي الراجح بأنها تكون بعد صلاة العصري ومنهم من قال بأنها تكون حينما يجلس الإمام بين الخطبتين إلى أن تنتهي الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة لكن كما نعلم أن الجمعة فيها ساعة إجابة وأنه لا يوافقها عبد مسلم إلا أعطاه الله تعالى ما دعا به ربه فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى هذا اللهم أمين معنا مدام ناهد تفضلي أليم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لو سمحت وحفيدي تأني سؤال فضلي يقول لي صدق الله العظيم ليه إحنا بنقول صدق الله العظيم مع أن صدق الله العظيم لم تذكر في الكرآن تمام يعني أنا عايزة الإجابة من حضرتك علشان أنا أرد علي تمام في حضرتك أشياء تسمى بالأشياء المستحسنة وهو للسحسن ما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن بلال لأذان صلاة الفجر وزاد في الأذان الصلاة خير من النوم من الذي زاد هذه اللفظة إنه سيدنا بلال وأقره النبي عليه السلام على قولها وقال فلتكن في النداء فلتكن في الأذان كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن أصدق من الله قيل ويقول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا فنحن حينما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى النهاية أو قرأنا صورة معينة أو قرأنا آيات معينة محددة ماذا نقول بعد هذه الكراءة لا بد أن نفصل بين كلام الله تعالى وبين كلامنا فالسحسن بعض المسلمين أن يقولوا صدق الله العظيم وهذا له شرع في القرآن الكريم ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا حتى نفصل بين كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز لفظا ومعنا وبين كلامنا حينما نتكلم فلا شيء فيها إن شاء الله هناك بعض المتشددين وبعض المتنطعين وبعض أدعياء العلم والمتفيقهين يقولون بأنها بدعة لا نلتفت إلى أقوالهم هؤلاء للأسف يقولون بما لا يعلمون وما أفسد الدين إلا هؤلاء لضآلة علمهم ولجهالتهم ولحمقهم فدعنا ممن يقول عنها بأنها بدعة بل هي شيء طيب محمود مستحب وله سند في القرآن الكريم كما بينت من خلال قول الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث هذا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر يقول بالنسبة لقاطع الرحم هل يستجيب الله تعالى له دعاءه قاطع الرحم ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها وكما نعلم أن قاطع الرحم لن يدخل الجنة وبناء عليه نقول بأن هذا الذي قطع عليه أن يصل رحمه فسلم يقول ليس الواصل بالمكافأ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها بمعنى أخوك يأتيك وأنت تذهب عنده هذه مكافأة أو مواصلة هو يحسن إلي إذن أنا أحسن إليه هو يكرمني إذن أنا أكرمه هذه مكافأة لكن الصلة الحقيقية حينما تكون الرحم مقطوعة مهجورة إذن أكوم أنا الآن وأبتدأ وأصلها هذه هي الصلة فينبغي علينا أن نصل أرحامنا وبالنسبة للإقابة على هذا السؤال يقول هل قطع الرحم يفسد الدعاء أرى بأنه إن قطعها وتعمد قطعها ولم يحن إلى أهله وتعالى عليهم وهجرهم وهم في أمس الحاجة إليه ربما لا يستجيب الله تعالى له دعاءه كما جاء في الحديث بأن الله سبحانه وتعالى علمنا بأن الأعمال ترفع يوم الإثنين وأن الله تعالى يأمر ملائكته بأن يدعو أعمال هذين المتخصمين فأعمالهما لا تقبلان عند الله تعالى حتى يصالحا لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام سؤال آخر يقول ما حكم كراءة صور ياسين والواقعة يوم الجمعة أولا في حديث وردت في فضائل الصور لكن في المجمل الأعام هذه الحديث ضعيفة وبالتالي ليس لدينا سنة شرعي صحيح نستند عليه بخلاف سورة الكهف في أن كراءة صورة ياسين أو الواقعة يوم الجمعة لها ما فيها من الفضل لا يوجد سند لكن لا مانع بكراءتها كراءة طيبة إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين السؤال الذي تسأله أم إياد تقول الطلاق المعلق بالنزول يعني واحدة قال لها زوجها لو نزلت هتكوني طالة أو هتبقي طالة ونزلت فعلا هل بتحسي الطلاق معلق وله كفارة أم لا كنت فيما مضى بأننا لابد أن نعود إلى نية الزوج ولا بد أن نسأله عن نيته ماذا كان في نيتك أيها الزوج هل كنت تقصد فعلا الطلاق بمعنى أنك علقت الطلاق على النزول يعني هي فعلا لو نزلت فعلا كانت نيتك هكذا وبيتت النية على هذا ولو نزلت فإنها لن تكون على ذمتك وتصبح مطلاقة منك إن قال هذا وعلق نزولها وعلق طلاقها على النزول فعلا ونوى هذا يقع الطلاق أما إن قال هذا اللفظ عفو الخطر ولم يقصد الطلاق فلا شيء فيه عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم عشرة مساكين هذا والله تعالى أعلى وأعلم مدام هدى تفضلي لو سمت عايزة أسأل عن فقم إعطاء الأب زكاة لبنته المتزوجة تمام يا فندم أيها لا يجوز يا فندم قولا واحدا لا يجوز للأبي أو للأمي لا يجوز لأحدهما أن يعطي زكاة ماله لأحد من أولاده سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان متزوجا أو غير متزوجا ليه لأن في قاعدة أصولية تقول كل من تلزمك نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه تاني كل من تلزمك نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه الوالد أصل والولد فرع من أبيه الوالد أصل والبنت فرع من أبيها جميل تاب البنت تعصرت في النفقة وضاقت بها السبل من الذي ينفق عليها آنذاك أبوها وبالتالي لا يجوز للفرع أن يعطي زكاة ماله إلى الأصل والعكس ولا يجوز للأصل أن يعطي زكاة ماله إلى الفرع لا الولد يعطي لأبيه ولا الأب يعطي لأحد من أبنائه غير جائزة الزكاة جائزة في الحواشي بين الأخوة والأخوات جائز أما بين الأصول والفروع بين الأباء والأبناء بين الأبناء والأمهات غير جائز قولا واحدا ولو أنها دفعت الزكاة أو لو أنه دفع الزكاة كأنه ما دفع يحتسبها صدقة على ابنته وأن يخرجها مرة ثانية لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى وحق الله أولى بالأداء هذا والله تعالى أعلى وأعلم سائلة تقول أنا أهلي مش عايزين يعرفوني تاني ومش بيكلموني خالص ورحت عندهم أكثر من مرة لأتكلم معهم إلا أنهم طردوني وقالوا نصا أنت بالنسبة لنا متي وزوجي منعني من أن أذهب عندهم مرة ثانية هل علي أقاب؟ هنا نداء إلى أهلها هذه ابنتكم مهما فعلت مهما أساءت الإسلام يأمرنا أن يرحم بعضنا بعضا الإسلام يأمرنا بحس المعاشرة رحم الله والدا أعانى ولده على بره رحم الله الوالد رحم الله الوالدة الكريمة التي تعين أولادها على برها مهما فعلت البنت فمن عفى وأصلاح فأجروه على الله خاصة أنها ذهبت عندكم إلى البيت وطرقت عليكم الباب وأرادت التحدث معكم فرطموها ممكن في المرة الأولى غراء الغضب وإن كان هذا لا يجوز لكن اعتبريها ميتة يعني إيه البنت تعتبر نفسها ميتة أبواها ما زال على قيد الحياة لم يموت بعد البنت أخطأت فين التقويم فين التهذيب فين الإصلاح أمهلوها مهلة أخرى والبنت هنا أقول لها لا تكلي ولا تملي لابد أن تطرقي عليهم الباب أكثر من مرة حتى ولو عشرات المرات حتى ولو مئات المرات لا تكلي اذهبي عندهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة اذهبي عندهم حتى ولو أغلقوا الباب دونك أكثر من مرة بتزعليش إنما واجب عليك أن تسألي عنهم حتى يشرح الله تعالى صدور أهلك للبر والعطف معك وهذا إن شاء الله يكون قريبا عليك بالدعاء وعليك بزيارتهم وعليك بالتواصل معهم لا تقول خلاص هم قالوا والزوج ليس من حقه أن يمنعك ما فيش حاجة اسمها كرمة ما بين الأباء والأبناء كرمتي أن أكون مطيعا وأن أكون بارا بأهلي هذه هي الكرامة لكن العقوق والنزغة الشيطانية والبعد والقطيعة هذا ليس من الكرامة هذا كله من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هذا والله تعالى أعلى وأعلم مدام سميا فضلي يا فندم السلام عليكم ورحمة الله مدام سميا يبدو أن الاتصالا قطع عود الاتصال بنا مرة ثانية رجاءا أنا أعود إلى ساذة آية فتحي بتقول ذكرت اسمها وبالتالي لن أستطيع أن أجيب على سؤالها لأن السؤال حساس شوية أرد عليك عبر الفيسبوك أعتذر إليك كثيرا طيب هنا سؤال آخر إنسان متزوجة تقول أنا متزوجة من عشر سنين وبحب جوزي جدا وبغير عليه حتى من أهله الفترة الأخيرة من ست شهور المهم توفي والده وبعد هذا أنا حسيت أن أهله أخذوه مني تبدأ بالغيرة مسائد النفسية وبعد هذا وكل حاجة أهله وأنا بفرح به ويقعد معنا وتحمل مسؤولية المهم مشاكل كثرت وأصبح التفاهم بيننا صعبا وبالتالي هو لكأنه لا يحبنا وأنا أغر عليه كثيرا وأقوم بلوم نفسي عليه أكثر من مرة ومشعر في أن تفاهم مع بعض وفي خناءات كثيرة طبعا هي كتبة باللغة العامية وأنا ما بعرف شكرة عامي للأسف فأنا بعمل ترجمة من العامية لللغة العربية المسألة كالآتي يا أستاذة بنتم تجاوزها وربنا صحنا وتعالى من عليك بالزوج تغارين على زوجك من أهله إزاي؟ إزاي يعني؟ الأهل أمه أي زوجة تغار من أم الزوج هي زوجة مريدة نفسية مريدة نفسية محتاجة تعالج تغاري على زوجك من أهله لماذا؟ هم أهله هو قطعة منهم وبالتالي ترياثي الغيرة منها غيرة محمودة ومنها غيرة مذمومة غير مقبولة الغيرة المحمودة لها حدود لها قواعد لها أصول والغيرة المذمومة تؤدي بنا إلى الطلاق وإلى النزاع والغيرة المذمومة تفتح لنا باب الشيطان وتكون سببا في الفراق بين الزوجين ونمى علينا أن نعتدل في الغيرة وهذا نداء إلى الأزواج والزوجات وبالتالي لا تغاري على زوجك من أهله بالعكس فراحي أنه هو وصل لأرحمه وأنه يعاونهم ويسأل عنهم وتقول بأنها لا تستطيع أن تتفاهم معه يعني عشر سنوات زواج بينكم أولاد بسم الله ما شاء الله وبالتالي معاكم أولاد يعني إيه عدم تفاهم ليس في الإمكان أفدع مما كان الرحمة واللطف والمودة يا ناس لو سمحتم اقرأوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة يعني مودة أنا محتاج الناس فعلا تعرف يعني مودة يعني رحمة والله الذي لا إله غيره لو تعامل الزوجان فيما بينهما بهاتين الصفتين فقط المودة والرحمة لسادت بينهما المحبة والوئام ولا يمكن أبدا أن يكون بينهما خلاف أو نزاع المودة والرحمة المودة مأخوذة من مادة الفعل ودّ يود ودّا فهي مودة والمودة معناه أن تبذل ما عندك للغير دون أن تنتظر منه مقابلا يا سلم إيه دا؟ إيه الجمال دا؟ لو أن الزوجة بذل ما عنده وبذل أسمى آيات الإنسانية الموجودة عنده وبذل الحنان والرعاية والأدب والأخلاق الطيبة لزوجته دون أن ينتظر منها مقابلا ولو أن الزوجة كذلك لانت جانبها وخفضت الجناح له وأعطت لزوجها كل ما عندها دون أن تنتظر منه مقابلا بمعنى أن تواسيه بما عندها وأن لا تصمع في شيء عندها وأن تصبر على أذى وأن تقف أذى نفسها عنه والله العظيم لو تعاملنا بهذه المودة التي قالها الله سبحانه وتعالى ما هل لا يحال الطلاق؟ لكن للأسف نحن نتعامل بالمظهرية بالندية نتعامل رأسا برأس كلمة بكلمة قطيعة بقطيعة وبالتالي الشيطان يدخل ويرتع بين المتزوجين ويفسد العلاقات الزوجية بينهم وبالتالي الثامرة تكون مرة رفقا بنفسك رفقا بزوجك اعتدلي عليه في الغيرة أحسني إليه تكلمي معه بالرفق واللين يلين معك إن شاء الله ويكون الخير بينكما بإذن الله تعالى أم بلال تقول بعد إذنك أنا محتاجة تدعي لي أن ربنا يشرح صدري ويهدئ نفسي لأنني فعلا عصبية جدا ومش بتحمل حتى نفسي الحمد لله بقالي فترة بصلي كل الفروض وأقوم الليل لكن نفسيتي متعبة كثيرا أرجو أن تدعو لأمي بالشفاء أسأل الله تعالى أن يشفي والدتك خاصة بأنها مريضة منذ ثمان سنوات وصلت لمرحلة أنها تتمنى الموت لا لا هذا خطأ طبعا لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لا هذا خطأ وإنما عليها أن تصبر وأن تحتسبه وأن تعلم أن الله تعالى ما ابتلاها إلا لأنه أحبها وأن تتذكر هذا الحديث الكريم إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ولا يزاد البلاء بالعبد حتى يطهره وحتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة وهذا البلاء تكفير للذنوب والخطايا فلا تيأس ولا تتمنى الموت إلا إذا كان خيرا معنا اتصال تلفوني أستاذ أحمد أيها فندم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أهلا بي مرحبا قول شيخانا بقى عشان منادى منصوب ما تقولش شيخنا قول شيخانا شيخانا الحظيم أهلا بيك تفضل أهلا بيك يا فندم الله يخلي أسمعه لو سمحتني يا فندم انبالح في قناة مش هقول اسمها تمام هي قناة أوروبية وعلى طول بيزيع باللغة العربية تمام فكان فيه شيخ من إسراليا وشيخ من آآ من تونس جزاها الله كل خير هذا الشيخ وواحد كاتب تاني من اليمن بيتكلمه عن الخمر حلال ولا حرام فالأخ اللي هو رات على اليمن عامل كتاب ان الخمر حلال ودي نعمل ترفيه والرسول كان بيقشى بالخم استغفر الله استغفر الله والواحد دي على ذي شيخ لابس لبس أزهر بتاع استراليا استراليا والله زي ما بكلمك كده هو بيقول لا مش مباح مش مباح ده نعمل كذا لو شرب منه يا ملاوي ده غلط ده احنا نعرف ان ما كان يسكره قليل فكثيره حرام او ما ليشربه كثير فكثيره حرام صح او لا ما اسكر كثيره فقليله حرام ايوه 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 فهل هو الخمر يعني هو الاخ التونسي هو دكتور اتكلم كلام كويس قالك لا ما فيش الكلام ده نهائي الحمر الخمر حرام ده احنا من صغرنا عارفين الخمر حرام يبقى الشيخ بتاع الازهر اللي هو بتاع استراليا يقول لا مش حعم والحاجات دي هتولي آية في القرآن ان فيها الخمر حلال حضرتك ازاي الشيخ الازهر ازاي الشيخ من الازهر يعني لابس العمامة الازهرية يعني لابس العمامة الازهرية واللبس بتاعه كله مكتوب عليه الشيخ فنان مش عارف اسمه ايه كده من استراليا طيب هرد على حضرتك وللأسف طبعا مأساة كبيرة ان كان قال هذا الكلام فحسابه عند الله سبحانه وتعالى الخمر كبيرا من الكبائر الخمر ام الخبائث الخمر محرما شرعا شاربها آثم وبالتالي مسألة غير قابلة للنقاش نحن نعلم ان الخمورة والمسكرات والمخدرات وحتى النباتات زي الحشيش كل هذا محرم العبرة هنا بعلة الاسكار العبرة هنا بالعلة علة الاسكار تحققت هذه العلة في اي شيء حتى ولو كان مصنوعا من مواد كيميائية فهو محرم سواء كان مأكولا او مشروبا او مشموما او ملموسا كل هذا محرم طالما ان علة الاسكار تحققت فيها وما اسكر كثيره فقليله حرار وبالتالي الذين يقولون بانها مباحة وا 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 نبرأ الى الله تعالى مما يقولون ونبرأ الى الله تعالى كثيرا من قولهم هذا البغيط حينما قال بني نبيع السلام كان يشرب خمرا حاشا عليه الصلاة والسلام ما شرب الخمرة لا في جاهلية ولا في اسلام فهو النبي المعصوم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه دعك مما تسمع هذه كلها تروهات كاذبة وشاهدي الكرام فاصل ونواصل بعده ان شاء الله تعالى مشاهدي الكرام عدنا اليكم بعد هذا الخاص نجدد لكم التحية السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا نتواصل مع حضراتكم عبر هذه الاسئلة التي وردت الينا وعبر هذا البرنامج برنامج فتى وسؤال سائلة تقول لو سمحت طلبي بسيط ومحتجاه جدا توفي زوجي وانا عندي ثمانية وعشرون عاما ومعي ولدان ولد عمره سبع سنوات والثاني سنة وتعبان جدا نفسيا ومحدش بربيهم معايا مع العلم حماتي موجودة وعمهم موجود معنا في نفس البيت ومش سألين فينا وظلموني اوي اوي عيز دعاء حضرتك لي والاولاد عشان انا تعبان جدا أختي الكريمة الفاضلة ان شاء الله اصبري وصابري وتحملي واعلمي ان الله سبحانه وتعالى بنى ويبني لك ان شاء الله بيتا في الجنة لانك ارملة واعلمي يقينا النبي عليه الصلاة اعلمنا لانه حينما يدخل الجنة اذا به يرى مرأة تبابره وكأنها تسابقه الى دخول الجنة كأنها تسابقه من هذه المرأة انها مرأة تأيمت اي ترملت على ايتام اللحاء فاحسنت ادبهم واحسنت تربيتهم فهي ان شاء الله مع النبي عليه الصلاة في جنات النعيم وبالتالي اصبري وصابري مهما فعلوا معك الايام تنضي بحلوها ومرها بسعادتها وشقاوتها لكن احسني الى اولادك ان شاء الله ونذكر هنا الحما والعم يا سيد الكريم تنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصوم نهاره وغد ورح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت انا وهو في الجنة اخوين كما انهتين اختان واشار بالسبابة والوسطى تخيل من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره كأنه صام النهار كله وقام الليلة كله وغد ورح شاهرا سيفه في سبيل الله كأنه مرابط في سبيل الله وكنت اي كان رسول الله عليه الصلاة وكنت انا وهو في الجنة اخوين الا تريد اخوة النبي عليه الصلاة في الجنة الا تريد ان يجارسك رسول الله في جناة النعيم الا تريد ان تكون رفيقا مع نبي السلام في الجنة وكنت انا وهو في الجنة اخوين كما انهتين اختان اقول لكل من يسيء الى اليتام و الى الايتام نبي السلام يقول ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان معنى ذلك ان المائدة التي يجلس عليها اليتيم مائدة كريمة مائدة تحضرها الملائكة مائدة لا يمكن للشيطان ان يقترب منها فمعنى هذا ان طعام اليتام طعام مبارك وان السعي عليهم سعي المبارك انا وكافر اليتيم كهتين في الجنة فمن منا اذا يحرم نفسه من هذا الثواب العظيم احسنوا الى ايتام المسلمين خاصة ولو كانوا من ذوي القرباء ربنا سبحانه وتعالى يوفقك يا أختاه لما يحبه ويرضاه ويعينك على الاحسان الى ولديك الكريمين سأل الله تعالى ان يجعلهما قرة عين لك اللهم امين معنا اتصلت لفوني السادة نور سادة نور نور ونور كلاهما واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا فن اهلا يا سيدنا الشيخ اهلا بحضرتك اعنق الله وافادك لان احنا بنستفيد منك جدا ومتمنى لك التوفيق شكرا يا امي شكرا جزيلا لو سمعت الاخ المسكن دلوقتي على برنامج امبارح احنا سمعنا وتعبنين جدا وقال سيدنا النبي توضأ بالخمر استغفر الله احاديث كتيرة استغفر الله احاديث احاديث يعني موثوق فيها لا يمكن وانه مش حرام امي مدام نورة لا يمكن النبي عسامي يتوضأ بالخمر كيف يا سادة الوضوء هذا له انواع في الماء ان يكون الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره غير مكروه استعماله هذا هو شرط الماء ان يكون الماء ماء طاهرا ماء مطلقا ماء نقيا ان يكون الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره غير مكروه استعماله والخمر نجس وبالتالي كيف يتوضأ بالنجس اذا كان الماء المستعمل الوضوء منه حرام واذا كان الماء المشمس الوضوء منه حرام فمبالنا بالخمر وهي نجسة من قال هذه افتراءات وهذا كذب وهذا تضليل يعني نبره إلى الله سبحانه وتعالى مما قاله هذا الأفاك يعني هذا إفك يعني وهذا ما هذا يعني كيف يتطاول على مقام النبوة بمثل هذا ربنا يرحمنا يا رب معنا أم جمال اتفضلي أم جمال أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله حاولي أن تتصل بنا مرة ثانية أم جمال أخونا حسين كمال بيسأل سؤال بيقول عايز أسأل عن من يرث ومن لا يرث يقول امرأة توفيت وتركت قطعة عرض ولها أولاد ابن توفي قبلها أو توفي قبلها وعندها أولاد فتقول هل يرثون الأم أبناء الإبن المتوفى نعم أبناء الإبن المتوفى حال حياة الأب أو الأم يرثون حق أبيهم كأن أباهم ما زال على قيد الحياة كأن أباهم لم يمت يأخذون حق أبيهم بشر لا يزيد عن الثلث وهذا ما يسمى بالوصية الواجبة هذا في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم معي سؤال صعب جدا سائل يقول أب زن بابنته عفان الله أياكم لمن ينسب المولود تسأل فيه بس وهل يجوز الإجهاد إذا كانت البنت لا تطيق الحمل حيث إنها عندها خمساشر سنة لا حول ولا قوة إلا بالله مأساة مأساة كبيرة زناء المحارم عفان الله وإياكم زناء المحارم لا أقول بأنه كبيرة بل من أكبر الكبائر بل من الموبقات زناء المحارم ليس له طريق إلا النار عفان الله وإياكم يزني أب بابنته يفعل هذه الفحشة مع ابنته ويسلبها بكارتها عندها خمساشر سنة كيف أي عقل أي خلق أي دين أي مرؤة أي إنسانية أي رجولة أي كلمة تقال في هذا الموطن والله لساني لا يجد كلمات يتكلم بها أشياء يندى لها الجبين عفان الله وإياكم هؤلاء لا يرقبون في أنفسهم إلا ولا ذمع هؤلاء ماتت قلوبهم وماتت مشاعرهم وما ذنب ابنته الصغيرة هذه القاصر والله أخي أنا أرجوه وفي أسرع وقت هذا السائل توجه الآن إلى الجهات الرسمية وبلغ عن هذه الحالة هذا الأب الذي تنتفي عنه كل صفات الأبوة ليس أبا وليس والدا هذا ذئب الآن توجه فعلا إلى الجهات الرسمية واشتكي في هذا وقدم فيه بلاغا لابد أن يحل إلى المحكمة فورا فورا بنت خمساشر سنة ويفقدها بكارتها ويتقول أنها البنت لا تطيق الحمل وزنة محارم لا حول ولا قوة إلا بالآه اللهم سلم اللهم سلم اللهم عافنا يا رب أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيء تفضلي يا أم محمد عاوز أتقال حضرتك على حاجة يعني تفضلي يا فرم أنا كنت على مشاكل من فترة بيني وبنجوزي من حوالي 3-4 سنين تمام فالمشاكل ديت يعني ما عشان أتجنبه ما رش هنا ولا هنا ولا عند عليتنا ولا كده فأنا قعدت في البيت إن أنا أرد العيال أو كده بس كان ما سيش اعتكاد كتير يعني كان كلام على عبد الكلام بالراحة كده آآ ومسلا وهاجروا حاجاتهم ديت فلما تقب فهو صيب علي بس ما معرفتش كده بقى لأنه هو ما كانش بديني فصة ليش نبقى على علاقة كويسة أو على حاجة كويسة أو كده ما كانش حتى بيبدأ بالسلام أنا اللي كنت لإنما بدأ لأهم ما هي عمره ما بدأ بس هو الوقت توفى يعني من فترة فأنا نفسي أكثر على مثلا لو كنت أنا دعالت في يومك وعملت حاجة لأنني حسى بزنبي جواكي حسى بزنبي جواكي تب ليه ما عملتش معاملة طيبة وهو ما زال على قيد الحياة هننفخ في الرماد بعدما أصبح رمادا إننا لن نجني من الشوك العنب كان أولى بك أم محمد أن تهتمي بزوجك وأن تحسني إليه وأن تعامليه معاملة طيبة حال حياته لكن بعد الممات أنت الآن لا تملكي شيئا من نفسك إلا شيئا واحدا الدعاء والاستغفار عليك بالدعاء له عليك بالاستغفار له عليك بفعل أي صدقة جارية في السر أو العلن وخاصة إذا كانت من الصدقات الجاريات القفيات فعلي هذا نيابة عنه لعله إن شاء الله يصل إليه ثوابها وهذه محمدة إن شاء الله تشكر لك عند الله عز وجل وعليك بالدعاء والاستغفار أكثير من الاستغفار له قدر المستطاع إن شاء الله يصل الثواب إليه وهذه رسالة من أمنا أم محمد إلى كل الزوجات الزوجة النكدية الزوجة اللي بتوع المشاكل مع جزها لو سمحت زوجك هذا جنتك ونارك جنتك ونارك زوجك هذا باب من أبواب الجنة كما جاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وكذلك الزوج حينما يحسن إلى زوجته ويترفق بها ويلين معها في الكلام ويعاملها معاملة طيبة ويحسن إليها ويعينها على برها بأبويها ويعينها على صلة أرحامها ويقود لها كلاما طيبا فلا شك أن له عند الله سبحانه وتعالى عظم الثواب لأن اللقمة الواحدة التي يرفعها الزوج إلى فم زوجته له بها عند الله تعالى الأجر الكبير مدام هبة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحك يا دوكر أنا كنت عايز أكلم مع حضرك في حاجة أنا متدوجة من سنة ونصف وزوجي إنسان محترم جدا معي ويش مؤثر معي في أي شيء تمام ولكن دايما بيشككني فيه يعني دايما موبايله ما مسكوش ما جيش جنبه ما تشوفيش في حاجة ما تعمليش في حاجة شكيت دايما عمله باسورد فبرده طبعا قصب عني أشك بفتح موبايله عرفت إن هو يعرف غيري واحدة واثنين وتلاتة اتخنقنا مرة واثنين وكان دايما ما بيعترفش بخطأه انتي بيتي جي جنبها حكتي دي حاجة خاصة ولا كيش علاقة بيها وكان الغلب بيجي عليها وبابعد بقى كل شهر يسألني انتي هتروحي إمتى لأهلك مش المفروض تزيريهم طب ما انت عارف إن أنا برحلهم كل شهر بس ليه معادي ما أنا برحلهم برضو شكيت بفتحت موبايله وعرفت إن يعرف برضو كذا واحدة ووصلت لدرجة إن هو يعني خلاص يعني خفر معهم معاشرات لا حولها ركوتين لا بلا ببقيت عارف أتكلم أسكت ولا أتكلم ولو أتكلمت ما بيغلطش نفسه ما بقيتش عارف أعمل حاجة بقيتك تم جوايا واسكت ولو اشتكيت انت اللي غلطانة يتقلني انت غلطانة انت بتحريبي ليه على خراب بيتك ما قينشي كده كده بتصانم أنا اللي بباد بره البيت ولا بأثر معاكي في حاجة ولا أي شيء بس أنا تعبينة نفسيا أنا متدمرة ومش عايز أصيبه وفي نفس الوقت بيجي على كرمتي وعلى إحساسي وأنا مش عارف أعمل حاجة ولو جيت كلمت انت بتكلم بنات ليه يقول لي اعتبر لي مرض أنا بكلمه خلاص آه بيكلم أكتر من واحدة بس وصل لدرجة خلاص بقى ما ينفعش ما شعري أنا فين أقوله لك مدام هيب حاضر هذه مأساة عامة في كثير من البيوت هذه مأساة عامة في كثير من البيوت للأسف الإنترنت والجهزة الحديثة هذه خربت بيوتا كثيرة وأي إنسان يقول غير هذا يكذبه على نفسه للأسف أعطت مساحة كبيرة جدا للرجال من الفساد والتعرف وأيضا الستات في انحرافات زوجية كثيرة حدث عن ذلك ولا حرج جراء التقدم العلمي والإنترنت وتلفونات المحمولة الحاجات الغريبة دي وبالتالي يعني يا جماعة فيه أخلاق فيه إنسانية فيه قيم حضارية فيه إسلام يحل ويحرم فيه دين فيه حياة كريمة فيه عودة نعودها جميعنا إلى الله تعالى أيها الناس هناك مساءلة ومناقشة فيه مساءلة ومناقشة وحساب بين يدي الله عز وجل فيه ثواب وفيه عقاب سبحانه وتعالى يرقب كل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حتى ولو فعلت هذا الشيء واستطرت بعيدا عن زوجتك وأغلقت المحمول سورة وفعلت كل ما تفعل هناك رب اسمعك هناك رب يراك ماذا تقول لله تعالى يوم القيامة ثم تعالى معي أيها الرجل أنت بتقول أنا مريض اتعالك اتعالك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر توب إلى الله سبحانه وتعالى اندم على ما فتفعل لا تعود هذا لأنك بهذا أولا تغضب الله سبحانه وتعالى أولا وتوحد نفسك في أوحال الزنا والزنا وما أدراك من زنا خراب البيوت دوام الفقرة يعني فيه ما فيه من صخة الله تعالى في الدنيا والآخرة ثم تعالى معي هذه البنت الساقطة التي تفعل معها هذه الفعلة الشنيعة القبيحة مش ممكن تكون عندها الإدز وارد يكون عندها الإدز آه وارد وارد يكون عندها كيلاميديا وارد وارد يكون عندها هي بطيط سبي أو سي وارد مش وارد البنت دي يكون عندها زوهري أو فيدار إل وارد مش وارد يكون عندها أمراض جنسية الأمراض المعدية وارد زنب مرتك إيه تاب أنت متنيل بستين نيلة خليني نتكلم كده بكل وضوح أنت لا تتقل لها سبحانه وتعالى لا تخاف من الله ولا تخاف على نفسك زوجتك ما ذنبها تاب أنت متخافش من ربنا هتجيب لي نفسك الإدز حاجة ترجع لك تاب ومرتك ذنبها ايه هي هاتي لقرفك لا طبعا عيالك ذنبهم ايه لماذا تتحمل الزوجة اذا انحراف الزوج لما تجيب لي نفسك مصيبة جراء الزنا والكلام الفاضي طب والنتيجة ايه فعلينا اذا أن نتقل لها سبحانه وتعالى في بنات الناس تقول لي أنا حر يعني حر حر تكون عربيدا وزانيا لا والله الست دي لما جوزتك جوزت إنسان مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وبعد هذا تذهب إن الإيمان سربال يسربله الله تعالى ما يشاء من عبادي فإذا زن العبد نزع الله منه سربال للإيمان حتى يتوب فعليه إذن أن يتوب إلى الله أقول لكل الزوجات لكل الزوجات فعلا في غيرة أه في غيرة لكن اعتدلي في الغيرة على زوجك حتى ولو كان فيه ما فيه احنا مش عزين خراب البيوت تفكك الأسر ضياع وتشرد وانما اضي كلمة طيبة مع 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 تزيني له وبعد هذا إن شاء الله لعله يتوب إلى الله وإن لم يتوب أنت بالخيار إما أن تكملي معه وتحتسبي هذا عند الله وإما أن تطلبي الطلاق للضرري أو تقومي بالخلق هذا حقك ولا إثم عليك في هذا وهنا أقول للشباب والرجال تقول الله عز وجل في زوجاتكم والصوص بالنساء خيرا الصوص بالنساء خيرا الشياء يندى لها الجبيل كل إنسان يفكر في نفسه ويقول لك أنا حر طيب وبعدين لماذا يضع الرجل ونفسه إذن في موضع الريبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تعمل تلفونك وتغطيه وتغضيه وتغضيه معك الحمام وتروح بهينة وتيجيه هنا والنتيجة إيه بعد هذا طيب إذن المرأة لابد أن تشك وأن ترتاب وتقول له أين محمولاتك من يكلمك من يحدثك وبالتالي خراب البيوت قاسم مشترك بينهما نتقل الله عز وجل في بنات الناس ونتقل الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأيضا نداء للزوجات بلاش برضو الشك والريبة والظن وسوء الظن في بعض الزوجات للأسف بتكون مريضة نفسية عندها الظن وسوء الظن والشك والريبة يعني درجة عالية جدا فبالتالي زوجها أمامها متهم حتى ولو لم يفعل شيئا دائما تنظر إليه بعين الريبة وبعين الشك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث سؤال آخر زوج أختي يعاملها كويس ما فيش أهانة ولا أي حاجة وهي عايش معاه بما يرضي له قليل وكثير وهي راضية لكن اكتشفت منذ فترة حوالي خمس سنوات أنه عامل علاقات غير شرعية من على النت ولما وجهته ما أنكرش لها أنها تبقى إلى الله سبحانه وتعالى لكن ما فيش فايدة عمل علاقات تاني كمان على الطبيعة وبعدها عندها ولدان ومش أدرى تحمل العيشة وكره نفسها وبالتشمئز منه وتبتعد عنه ولا تريده على الرغم من أنه يصلي ويلتزم بالصلاة والصيام وبار بأهله جدا السؤال أعمل إيه؟ إيه العيشة ما حلال ولا حرام أن نفسي تعبال جدا يا أخي النفس الإنسانية هذه الزوجة النفس الإنسانية معذبة والسبب في تعذيبها أنت بما تفعله وبما تجنيه فلماذا تتركها معذبة هكذا؟ بالله عليك هل ترضى هذا لابنتك حينما تتزوج؟ لو بنتك كبرت وجوزت ترضى أن يفعل فيها زوجها مثل ما تفعل أنت الآن في بنات الناس؟ لا والله أنت لا ترضى ثانيا عمل علاقات وبتقولها تو وترجع تعمل علاقات تاني وهي بتقولك أنا بقيت أشمئز منه طبعا طبيعي وأي زوجة عاقلة أقولها هكذا أي زوجة عاقلة عندها وعي صحي تعلم أن زوجها له علاقات نسائية كثيرة متعددة من حقها شرعا أن تجتنبه نعم أقول هذه الفتوى على مسؤوليتي من حقها شرعا أن تجتنبه لو الزجم حارف وزاني وعنده علاقات كثيرة ويفعل ما يفعل من الفحشاء والمنكر من حقها شرعا أن تجتنبه حفاظا على صحتها ممكن عنده الإدزة يقول له إدزة لا ضرر ولا درار برحته بقى هو حر هو لا يخاف الله سبحانه وتعالى يسأل عن ذلك بين يدي الله تعالى لكن لا ضرر ولا درار وإذا كانت تشمئز منه نفسيا بمعنى لا تطيقه لأنه يفعل هذا الفعل الكثير فمن حقها أن تبتعد عنه وليست آثمة في هذا لماذا؟ لأنه لم يحسن عشرتها عفان الله وإياكم أستاذ محمد أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك حضرتك عاملين؟ يا أهلا بيك أهلا وسهلا حضرتك نعايز أسأل عن فتوة دلوقتي انتشرت اللي هي فتوة أن احنا بنصلي صلاة في آخر أسبوع من رمضان بعد الفجر وبعد ما نصليها يغفر لنا زنوبنا وفي مؤت من أهل صلاة إيه يا محمد ما اسم هذه الصلاة؟ اسمها إيه؟ والله يا هو دلوقتي اتنشرت على موقع التوفي الاجتماعي لا تسمع هذا يا محمد يا حبيبي لا تسمع مثل هذا الكلام هذه صلوات مكتوبة ليس لها أصل وليس لها سند شرعي فلا تسمع إلى مثل هذه الطروهات الصلاة الموجودة مذكورة السنن الرواتب مذكورة في الأحاديث معلومة لكن الذين ينفقون في الرماد ويأتون لنا بصلاوات وعبادات وفقا لأهوائهم هؤلاء لا ننظر إلى ما يكتبون أو إلى ما يقولون مشاهدي الكرام حقيقة في هذه الحلقة أحزنني كثيرا هذا الوالد الذي زنى مع ابنته التي تبلغ من العمر 15 سنة أحزنني هذا كثيرا وأيضا أحزن كثيرا من الشباب الذين يفعلون الزنى ويتركون الحلالة الذي أحله الله سبحانه وتعالى ويأتون إلى الحرام ومع هذا يسيئون إلى زوجاتهم لا يخفون على أنفسهم ولا يخفون على زوجاتهم ولا يخفون على أولادهم نداء الله إلى هؤلاء اتقوا الله عز وجل في أولادكم وأحسنوا معاشرة النساء فإن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أوصان بهن خيرا فقال قبل وفاته الصوص بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج وإن أعوج ما في ضلع أعلا فإن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته لم يزل أعوج فالصوص بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه بارك الله فيكم أحسن الله خاتمتنا جميعا أقول قولي هذا الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة